بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم في الأجندة ظهور مواطنين عرب يعلنون تطبيعهم مع إسرائيل ومحبتهم لها وتأييدهم لسياساتها القمعية ضد الفلسطينيين ظهور هذه الفئة من الناس على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ليس حدثاً عادياً حتى يمكن المرور عليه وتجاهله لأنه في الحقيقة مظهر من مظاهر التحول الخطير والكبير الذي تتبناه الثورة المضادة في الحياة الثقافية والأخلاكية والسياسية العربية وهناك مظاهر كثيرة غير ذلك لهذا التحول المطلوب بعضها مكبول في إطار أشمل من الإصلاحات الجادة وبعضها الآخر وهو الأغلب هدفه تغيير الهوية العربية والإسلامية للمنطقة على طريقة مصطفى كمال أتاتورك لأغراض سياسية غير شريفة تخدم النظم الحاكمة وحدها قادة الثورة المضادة مثل السيسي وبن زايد وبن سلمان يتصرفون وفي أذهانهم شخصية مصطفى كمال أتاتورك بجاذبيتها الخاصة لهم يقدمون أنفسهم كثوار تغيير لمجتمعهم وكبديل للثوار الربيع العربي الذي هدد مصالحهم وهذه الحلقة سنخصصها لمناقشة هذا الوهم أو هذه القضية في محاولة للإجابة على أسئلة من مثل ما هو التغيير المطلوب الذي يحتاجه العرب بالفعل اليوم وهل يمكن أن تنجح التجربة الأتاتوركية في الوطن العربي مثلا وغيرها من الأسئلة ذات العلاقة لكن بعد متابعة هذا الفيديو إسرائيل اليوم دولة مستقلة ومعترفية بالأمم المتحدة وموجودة وحتى لو نظرنا من حق تاريخي يا أخي هذا برضو أيضا حقها من تاريخي حتى القرآن يتحدث عن بني إسرائيل ما يتحدث عن الفلسطينيين أخواننا الفلسطينيين لهم حق علينا أن ندافع عنهم وأن نخليهم يقيمون دولتهم ولكن ليس على حساب قبل الخوض في الموضوع عودت التنبيه على ثلاثة نقاط مبدئية حتى لا يساء فهم هذه الحلقة النقطة الأولى هي أني أؤمن بشكل شخصي بأن من حق كل إنسان أن يختار ما يشاء من العقائد والأفكار والمذاهب السياسية ما دام أن ذلك لن يضر بأحد ولن يتعارض مع حق من حقوق الإنسان منظومة الحقوق والحريات الإنسانية التي ينبغي أن تكون أساس التعايش بين الناس وليس من حق الأنبياء أنفسهم أن يرغموا أحدا على اتباع الحق الذي يعلمونه يقينا فما بالك بغيرهم من أصحاب المعرفة الظنية؟ كلنا في مجال الدين أصحاب معرفة ظنية فقط الأنبياء أصحاب معرفة يكينية هذه نقطة النقطة الثانية هي إيماني بأن المجتمعات العربية أصبحت بحاجة ماسة إلى تغيير نوعي في الفكر والثقافة والأخلاق بشرط أن يكون تغييرا مدروسا وإيجابيا يوفق بين الهوية الثابتة للأمة والمتغيرات التي تحتاج إلى مواكبة واعية إذ ليس هناك أمة حتى الآن تخلصت تماما من هويتها تحت أي ادعاء بما فيها دول الغرب المجتمع الغربي ما زال يحافظ على عناصر كثيرة من هويته السابقة النقطة الثالثة هي أن موقفنا من الكيان الصهيوني ليس موقفا دينيا كما يظن البعض بل موقف سياسي أخلاقي في المقام الأول أو فحسب نحن نعادي إسرائيل لأنها دولة احتلال لأنها دولة تتبنى إيديولوجيا عنصرية ولأن بقاءها في الخاصرة العربية هدفه إعاقة تشكيل كيان سياسي عربي يحمي مصالح العرب وذرواتهم ويحقق تقدمهم الطبيعي ولهدف آخر إضافي هو إعاقة تشكيل أي كيان سياسي إسلامي كدير بط بين كل من مصر وتركيا وإيران هذا المثلث الإسلامي الخطير في نظر الغرب وهي الدول الكبرى الثلاثة التي إذا اجتمعت ستقود كتلة عالمية كبرى على شكلة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية هذه هي الكتلة الإسلامية طبعا فلسطين تقع في جزء حساس يفصل مصر عن الشام ومن ثم يفصل مصر عن تركيا وإيران هذا على المستوى الاستراتيجي بعيد المدى يعني كما يخطط الناس ويفكرون يعني نحن ننظر إلى إيران في هذا المقام بالمنظور الاستراتيجي الذي يتجاوز المشكلات الراهنة معها إيران هذه في أي لحظة ممكن تتغير إيدولوجيتها وتصبح إيدولوجيا متسكة وطبيعية معقولة يعني أما اليهود فهم إخواتنا في الإنسانية والديانة اليهودية ديانة السماوية كتابها المقدس يعد مرجعا شارحا لبعض آيات القرآن الكريم نفسه التوراة تعد مرجع شارح للقرآن رضينا أم أبين القرآن اعترف بها إجمالا وحذر من تحريفات هذا معنى أنه قبلها كمرجع شارح للقرآن إذ يصعب فهم بعض آيات القرآن بدون الاستعانة بأسفار التوراة أسفار التكوين والأنبياء والأسفار التاريخية في العهد القديم في أمور كثيرة في القرآن يصعب فهمها فهما واضحا بدون العودة للتوراة مثلا أو الأناجيل ومن ثم فإننا حينا نعارض فكرة التطبيع مع إسرائيل فهذا يعني أننا ننطلق من موقف أخلاقي أولا ينظر إلى حقوق الشعب الفلسطيني المهدورة وننطلق من موقف سياسي استراتيجي ثانيا ينظر إلى مصير الكيان العربي والهوية العربية المهددتان بالتفكيك والإزالة في ظل بقاء الكيان الصهيوني في المنطقة المسألة مسألة سياسية وأخلاقية العرب الجدد الذين ينادون بالتطبيع مع إسرائيلهم في أغلبهم كما نعرفهم يعني يريدون شيئا أبعد من التطبيع مع إسرائيل الحقيقة ما هو ش التطبيع هو هدفهم الأساس هم يريدون تغيير الهوية العربية الإسلامية بالكامل وتحديدا الهوية الإسلامية يعني هم زهقوا من الإسلام بس مش كادرين يقولوا لا يجرؤون على التصريح بهذا الهدف المراد هم في الحقيقة يريدون تفكيك وهدم وإزالة النزع العربية عند بعضهم والهوية الإسلامية عند الأغلبية يعني ويريدون البدء في تشكيل هوية جديدة للمنطقة على الطريقة الأتاتركية معتقدين أن ذلك لو حدث سينقل شعوب المنطقة من حالة التخلف والصراع إلى حالة من التقدم والاستقرار وبعضهم في الحقيقة لا يفكر لا في التقدم ولا في التأخر بيفكر في إشباع رغباته وملذاته ويعتقد أن هذا الإشباع لن يتم إلا بعد إزالة الهوية الإسلامية التي تشكل عائقا أمام هذا الطموح أو هذه الرغبات كثير من الشباب يريد أن يعيش سداح مداح ويعتقد أن وجود الإسلام بيعيق عن الحركة وبدل ما يتكلم عن مطالبها الحقيقية يعني يتكلم عن رغباتها بيعطي لرغباتها عنوين سياسية كبيرة يقول لك التطبيع مع إسرائيل وإسرائيل دولة غير معادية والأرض حقها ودخل في الكلام اللي مالوش فيه لا في العير ولا في النكير يعني لا يعرفون رأسه من رجلي وطبعا هذا الكلام حكاية أنه نحن بحاجة إلى إزاحة الإسلام من أجل التقدم هذا مجرد وهم رومانسي جديد من أوهام العرب الأوهام التي لا تنتهي المؤرخ وفيلسوف التاريخ البريطاني الشهير أرنولد توينبي قال إن الأمة التي تغلب أمام أمة أخرى تتبع أحد نوعين من السلوك إما أن تتكوكع على نفسها لما تغلب أي أمة تنهزم أمام أمة أخرى إما تتكوكع على نفسها مثل السلحفاء أو أن تقلد الأمة التي غلبتها يا هذا الطريق يا هذا الطريق في الحالة الأولى اللي هي حالة التكوكع على الذات أعطى توينبي مثالين عربيين هما الحركة الوهابية في شبه الجزيرة العربية والحركة السنوسية في شمال أفريقيا هاتان حركتان كانت عبارة عن ردة فعل تجاه الاستعمار الغربي كانت ردة فعلهم تجاه الاستعمار الغربي هي العودة إلى الذات الإسلامية القديمة بين كوسين السلط وفي الحالة الثانية اللي هي حالة تقليد الغالب من قبل المغلوب ضربت وينبي مثالين إسلاميين آخرين هما تجربة محمد علي باشا في مصر وتجربة مصطفى كمال أتاتورك في تركيا في هاتين الحالتين كانت ردة الفعل اتجاه التفوق الاستعماري هي محاولة تقليد المستعمر نفسه في أيام محمد علي وفي أيام مصطفى أتاتورك ومع أن توينبي يفضل اتباع السلوك الثاني يعني سلوك التقليد يفضل للمغلوب أن يتبع سبيل الغالب ويكلد لعله يحصل على عناصر القوة التي جعلته متفوكا بالرغم من أنه يفضل طريق الثاني أفضل من الطريق الأول اللي هو العودة إلى السلف إلا أن توينبي بنظره الثاكب وخبرته التاريخية تحفظ على هذا السلوك أو رفضه لم يوافق عليه بالأصح لماذا؟ قال لأن عملية اتباع الغالب في لحظة ضعف الأمة المغلوبة تشبه عملية تبديل الحصان في النهر في النهر الجارب إذا حاول الفارس أن يغير حصانه وهو وسط النهر يركب حصان ثاني فلن يتمكن من ذلك لأن التيار سيجرفه والأمة التي تحاول أن تكلد الغالب وهي في لحظة ضعف وسيطرة من قبل الغالب سيجرفها التيار لأنه يقول ما معنى أن اتباع السلوك الثاني تكليد الغالب ينطوي على صفتين سيئتين يقول لك الأولى هي أن التكليد عادة يخلو من الإبداع هذه أول مشكلة لما تكون في ظروف سيئة أو تكلد الغالب أنت لن تبدع اللي ستسوي في هذا الظروف هو أنك ستكلد تكليد أعمى مجرد تكليد أعمى والأمة الغالبة ما حصلت قوتها إلا من حركة الإبداع لا من حركة التكليد اللي غلبك الأمة الغالبة التي انتصرت هذه حصلت قوتها من حركة الإبداع مش من حركة التكليد ولهذا هذه صفة سيئة في التكليد الصفة الأخرى السيئة هي أن التكليد بيبكى محصور في فئة محدودة من أدعياء الثقافة والنخبوية داخل الأمة المغلوبة يعني ما تصبحش حركة جماهيرية الجماهير لا يكلدون الغالب لا تنزل هذه الحركة إلى مستوى الشعب الشعب المصري ظل كما هو نخبة قليلة في أيام محمد علي وما بعد هي التي حدثت نفسها وقلدت المستعمر الفرنسي والإنجليزي كذلك في تركيا في البداية كان هناك ممانعة كبيرا من الشعب وكل النخبوية هي التي ذهبت إلى التحديث لو لا أن الحكومة فرضت التحديث فرضا جبريا على كل شيء وكأن توينبي يقول أن التوجهات التي لا تتبناها الجماهير لا يمكن أن يكتب لها النجاح في العادة وهذا تحديدا ما نحاول أن نقوله لفئة من المثقفين العرب تعتقد أن طريق الخلاص من التخلف والصراع طريق الخلاص عندهم هو التخلص تماما من الميراث القديم كل الميراث القديم مما فيها الدين والالتحاق بالغرب والعالم المتمدن والذي ألاحظه في السنوات الأخيرة هو أن قادة الثورة المضادة للربيع العربي يسوكون أنفسهم في أوساط هذه النخب على أنهم النماذج العربية للتجربة الأتاتركية السيسي وبن زايد وبن سلمان بالفعل يتصورون أنفسهم على طريق أتاترك كل واحد يتصور نفسه كمال أتاترك وبيحاولوا يعني وسائل إعلامهم بتحاول تقدمهم بهذه الصورة يعني أنهم ثوار من أجل التغيير الجذري مع أنهم خايفين شوية من الصدام مع الدين وهم بهذا يحاولون ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد يعني من ناحية يرغبون في تخليد أسمائهم ضمن الأبطال التاريخيين الذين تمكنوا من تغيير مجتمعاتهم تغييرا جذريا وهو مطلب نفسي بالنسبة لهم مهم بسبب العقدة النفسية التي يعانون منها ومن ناحية الثانية يظنون أنهم بهذا قد نقلوا المعركة من معركة ضد الاستبداد الذي يمثلونه إلى معركة ضد الثقافة والهوية والدين الذي يمثله تيار واسع من ثوار ربيع العربي بيعتقدوا أن هذا الطريق سيضرب عصفور بحجر وبهذه الخدعة الأخيرة ينقلون المعركة إلى أوساط المجتمع نفسها معركة بين النخبة المثقفة بينها وبين نفسها يعني من جهة ومعركة بين جزء من هذه النخبة المثقفة والمجتمع من ناحية أخرى وقد وقع في هذا الفخ كثير من السدج وذهب يمجد الاستبداد الذي سيقضي على التخلف ويعلن معركته المقدسة ضد الدين والمتدينين ويعتقد أنه يحسن صنعه بناء على ما مضى من نقاط أود التأكيد في هذه الحلقة على أربع مسائل هي خلاصة ما أريد قوله في هذا الموضوع وهي عندي بمثابة حقائق لكني لن أسميها حقائق أسميها اعتقادات لأنه من حق المشاهد أن يختلف معي فيها في نهاية الأمر هي اجتهادات وأرى الاعتقاد الأول هو أن التغيير الاجتماعي الحقيقي لا يمكن أن يتم بقهر المجتمع وإجبار على المضيف الطريق الذي يختاره الحاكم هذا اعتقاد أول الاعتقاد الثاني هو أن المجتمعات العربية بحاجة تغيير حميك وشامل ومدروس لا تغيير شكلاني فوضوي على طريقة تغيير السيسي وبن زايد وبن سلمان الاعتقاد الثالث هو أن تجربة أتاتورك في تركيا لا تصلح نموذجا لنا نحن العرب لأسباب ستتكشف بعد قليل والاعتقاد الرابع هو أن تجربة أتاتورك نفسها ليست مثالية بما فيه الكفاية لأنها لم تحقق للمجتمع التركي النهوض المنشود أسوة بالدول الأوروبية إلا إذا اعتبرنا تجربة حزب العدالة والتنمية في السنوات الأخيرة والعقود الأخيرة إذا اعتبرنا هذه التجربة امتداد للتجربة الأتاتوركية أو إذا اعتبرنا تجربة أتاتورك فتحت الباب للتحديث الذي يحصل الآن أما التجربة نفسها تجربة أتاتورك نفسها في حينها فلم تكن مثالية بما فيه الكفاية والاعتقاد الخامس هو أن الفوضى أحيانا قد تسهم في حل بعض المعضلات الموروظة والمستحكمة في النفوس لكن بشروط خاصة بالنسبة للاعتقاد الأول هناك من المثقفين والعامة من يظن أن الشعوب العربية بحاجة إلى ديكتاتور يجرها جراً إلى التقدم والتحضر كما تجر البهائم إلى ساكية الماء مثل ما حدث في الاتحاد السوفيتي وفي تركيا الحديثة ستالين في الاتحاد السوفيتي قرر أن يحول روسيا من مجتمع زراعي بسيط إلى مجتمع صناعي يناطح الغرب خلال 20 سنة فقط ونجح في ذلك لكن بخسائر باهبة خسائر كانت الكلفة عالية في مجال الكلفة البشرية يعني القتلة حوالي 20 مليون في هذا التحول وفي الضفة الأخرى في تركيا تمكن أتاتورك من تحويل المجتمع التركي من مجتمع مريض متخلف إلى مجتمع عصري حديث وهذا الطرح ينطوي على ظنون وأوهام عديدة هذا اللي ذكرناها من ستالين واتاتورك منها أوهام الناس في القياس القياس الناقص يعني لما تقيس قادة الثورة المضادة أو العسكر العرب الحاكمين والمالكين لما تقيسهم على ستالين وأتاتورك هذا قياس ناقص وغير دقيق لماذا؟ لأن أتاتورك مثلا عندما صنع ثورته في التغيير لم يصنعها بقوته هو وإنما بقوة تاريخه وإنجازاته مش بقوة استبداده على طريقة السيسي ومحمد بن سلمان أتاتورك بالنسبة للإنسان التركي هو القائد الذي يحمي تركيا الذي حمى تركيا من الزوال تركيا كادت تنتهي لو لا أن هذا الرجل في لحظة من اللحظات استطاع أن يستجمع القوة التركية وأن يوحدها ويحمي حدود تركيا حدود الدولة التركية من الزوال وأتاتورك بالنسبة للإنسان التركي هو القائد الذي لم يهزم قط في أي معركة بهذا التاريخ وبهذا الإنجاز تمكن أتاتورك من تمرير مشروع في التغيير التغيير الجذري للمجتمع التركي بدون هذا الإنجاز وبدون هذا التاريخ ما كان يستطيع أن يغير أيضاً استالين استالين كان يصنع التغيير بقوة الإيدولوجيا الباركسية التي تبناها الاتحاد السوفيتي وبقوة الثورة البلشفية لا بقوته هو مش بقوة الاستبدادية الفردية مش لأنه يملك السلطة على العسكر والأمن المركزي وهذا ما لا يمتلكه الحاكم العربي الآن الحاكم العربي ليس له تاريخ مشرف مثل تاريخ أتاتورك مثلاً يجبر المجتمع على الخضوع وليس له إيدولوجيا شمولية كالإيدولوجيا الماركسية التي أزاحت منافساتها في روسيا ودول الاتحاد السوفيتي الحاكم العربي شخصية هزلية فقيرة في الإنجاز فقيرة في التاريخ فقيرة في الخيال فقيرة في الكارزمة فقير في المعرفة يعني إحنا بيحكمون مجموعة مميوات متخلفة فما فيش عندهم تاريخ ولا عندهم سلطة روحية ولا سلطة تاريخية تخضي على المجتمع صحيح أن ستالين وأتاتورك كانوا حاكمين يعني مستبدين لكن الاستبداد كان مجرد وسيلا لتحقيق مشروع أكبر مشروع طموح في رؤوسهم لصالح أمتهم مش لصالحهم يعني أتاتورك ما كانش بيسوي هذا علشان يورث لابنه ستالين ما كانش بيسوي هكذا علشان يورث لابنته كان بيستبد لتحقيق مشروع للأمة نتفك نختلف مع المشروع هذا لكن كان بيشتغل لصالح أمتهم الحاكم العربي يستبد لأنه يريد أن يبقى على الكرسي أو يورث الكرسي لا لخدمة أمتهم ولا يملك من مقومات القائد التاريخي شيئا هذا في جانب قياس قادة الثورة المضادة على القيادات التاريخية وعليه يمكننا القول أن عملية التحويل الإجباري للمجتمع تحتاج قبل كل شيء إلى كيادة تاريخية مقنعة أو إلى مشروع ثقافي وإدولوجي بديل للموجود للمشاريع الموجودة ولابد أن يكون مشروع مقنع لعامة الناس حتى يمضي الناس وهم مسلمين الناس ما تخلصوا من تراثهم الديني في تركيا بسهولة لكن تاريخ أتا ترك وإنجازه الكبير هو الذي هيأ لها القدرة على أن يفرض مشروعه أما التنابل حقنا هذول اللي في الوطن العربي فليسوا قادرين على شيء إضافة إلى ما مضى فإن التحويل الإجباري للمجتمع أي مجتمع لما تحول إجباريا ثقافيا وسياسيا هو أشبه بعملية توليد كيصري في غير أوانا لما يكون بالإجبار ومن ثم فإن فرص نجاح العملية الكيصرية هذه ليست مضمونة تماما قد تصادف ظروف تساعدها على النجاح وقد تصادف ظروف أخرى تعطلها لكن حتى لو نجحت العملية فإن المولود سيخرج إلى الحياة مشوها سيخرج بمجموعة التشوهات تعيق حصول الثمر المطلوبة الثمر المطلوبة من كل الثورات هي التنمية في نهاية المطار التنمية الحياة المستكرة النامية وهذه التشوهات سيدفع ثمنها المجتمع على المدى المتوسط والطويل يعني ما زال المجتمع الروسي حتى اليوم يدفع ثمن فترة ستالين والحزب الشيوعي حتى اليوم الاستبداد المجتمع الروسي يعاني من مشكلات خطيرة ناتجة عن ميراث دولة الاستبداد صحيح أن روسيا أصبحت قوة عسكرية مهابة لكن هذه الثمرة ليست ثمرة نظيفة لأنها من ناحية جاءت على ركام من الجماجم والقتلة بلغ خلال فترة حكم ستالين من 40 إلى 60 مليون كتير روسي شعب يعني هذا مثل شعوب دول الخليج ثلاثة أضعاف من 40 إلى 60 مليون كتير علشان التحول هذا ما هي الثمرة هذا من ناحية ومن ناحية الثانية هذه التحولات الجبرية لم تنتج نفس الثمرة التي أثمرها التطور الاجتماعي الطبيعي في أوروبا الغربية مثلا لما نقلس روسيا على أوروبا الغربية الفارق كبير الفارق بين روسيا وأوروبا الغربية كبير جدا والمجتمع التركي كذلك على الرغم من أن ثورة أتاتوركا الاجتماعية والثقافية الجبرية كدقلت المجتمع نقلة واسعة في الحياة إلا أنها كانت نقلة عرجة لم تستكم ولم تثمر ثمرة حقيقية ناضجة في مجال التنمية إلا بعد أن تبنت الدولة بعد أن تبنت النظام الديمقراطي لما تم تحييد المؤسسة العسكرية من الصراع على السلطة من خلال العشرين سنة أو الساعة سنة الماضية هذه فقط وإلا فقد ظل المجتمع التركي يعاني الفكر ويعاني ظنك العيش عقود طويلة ليعرف تركيا في عقود الثمانينيات والسبعينيات ويعرفها اليوم يدرك معنا ما نقول وهذا يذهب بنا إلى الاعتقاد الخامس الذي ذكرناه قبل وهو أن الاستبداد قد يحقق أحياناً إذا كان عندهم مشروع الاستبداد إذا كان عندهم مشروع للأمة قد يحقق اختراك إيجابي في جدار التخلف لصالح المجتمع لكن هذا الاختراك الإيجابي يحدث بشروط خاصة وبكلفة خاصة بتشوهات التي ذكرت في تجربة ستالين وأتاتورك وهذه الشروط غير متوفرة في الحالات العربية الراهنة يعني لو قلنا خلص هنسلم إحنا موافقين على الاستبداد إذا كان عندهم مشروع حتى لو قلنا هكذا ما هو صدام حسين كان عندهم مشروع عبد الناصر كان عنده مشروع هذا نظام مستبد وهذا نظام مستبد كيف كانت النهاية مع أنه صدام فعلاً كان عنده مشروع العراق في عادي يعني تقدمت أشواط بعيدة لكن الاستبداد يقضي على أي مشروع للأمة أما بالنسبة للاعتقاد الثاني وهو أن المجتمعات العربية أو أصح أن يقول المجتمع العربي للمجتمع واحد بحاجة إلى تغيير عميق وشامل ومدروس لا إلى تغيير شكلاني فوضوي كالذي يحدث الآن على يد قادة الثورة المبادة هذا الكلام يفتح الباب على أكثر من إشكال في عملية التحويل القسري التي يقوم بها قادة الثورة المضادة في الوطن العربي اليوم في هذه العملية يلاحظ أنها تجري تغييرات كشرية ليست عميقة يعني التغييرات هذه تستهدف النكاية بخصومهم السياسيين الإسلاميين تحديدا وتستهدف كسب رضاء الداعم الغربي يجيبو لك حفلات داعرة في مكة في جدة ولا في الرياض ولا في فقط الإقناع المجتمع الغربي أنه إحنا ناوين ننفتح عليكم إحنا مش إرهابيين إحنا مش داعمين للإرهاب هذا هو الهدف مايش تغييرات ليست تغييرات تستهدف حل مشكلات المجتمع العقلية والثقافية والسياسية وهي مشكلات مزمنة وعريقة عندنا مشكلات حقيقة تحتاج الحل حل مشكلات المجتمع العربي لن تأتي عن طريق إطلاق العنان للراكصات وتشجيع الفن الهابط وتحرير شعر المرأة مع تكميم أفواه المفكرين والكتاب والروح الإبداعية لدى الشباب ما ينفعش هذه معادلة زائفة هناك مشكلات حقيقية في الثقافة وفي الفكر العربيين هي بحاجة إلى إطلاق مؤتمرات علمية إطلاق برامج عمل نوعية تناكش هذه المشكلات وتصل فيها إلى نتائج النتائج هذه تأخذ بها الأحزاب السياسية وتحولها إلى برامج انتخابية وبرامج تنمية فكرية هذا هو المطلوب مش حفلات ركس محتاجين مؤتمرات علمية المجتمع العربي بحاجة إلى إطلاق العنان للفكر الحر للطاقات الإبداعية الكاملة فيه على ذات النمط الذي عرفته ساحات الثورة والتغيير كانت الخيام والمنصات في ساحات الثورة كل أنحاء الوطن العربي كانت تعج بالطروحات الإبداعية وبالجدل المثمر وكان الحماس والروح الإبداعية في أوجه خرجوا الشباب من كل حد ناضجين عندهم أفكار عندهم طموح عندهم حماس وكنا على مرمع حجر من التغيير الحقيقي المجتمعات عموما لا تعطي بالكهر ما تعطيه بالرضى والمحبة المجتمعات لما تعطي بمحبة تعطي كل ما لديها من إبداع ومنطاقة أما بالكهر والجبر مش ممكن أي عملية تغيير كسرية لن تفيد منطاقات المجتمع إلا القليل القليل وسطهم إلى الكثير الفكرة الأساسية لهذا النقاش هي أن المجتمعات لا تنمو وتتقدم إلا باستثمار الطاقات الإبداعية الكاملة فيها وهذا يكتضي وجود أمرين الأول وجود مؤسسات تدير هذه الطاقات إدارة ناجحة لصالح التنمية والتقدم في المجتمع وأعني بها مؤسسات الدولة والمؤسسات الأهلية ولا بد أن تكون هذه المؤسسات حرة تتحرك وفق أجندة علمية مدروسة إذا كانت المؤسسات مختطفة بيد العسكر أو معاكب بالاستبداد فإن الطاقات الكاملة في المجتمع ستضمر وتموت وربما تتحول إلى طاقات تخريبية مثل الإشعاعات النووية التي تتسرب في المفاعلات هذا أمر والأمر الآخر وجود فكرة روحية علية سامية تقود المجتمع تلهمه تلهمه إلى التنمية إلى التقدم بثبات هذه الفكرة الروحية قد تكون فكرة دينية على غرار فكرة الوحدة الإسلامية مثلا وهداية العالم إلى الحقيقة الدينية هذه كانت أفكار موجودة إسلامية أفكار سامية وقد تكون فكرة مدنية علمانية مثل فكرة الوحدة العربية والتبشير بالعدالة الاجتماعية هذه أفكار سامية ممكن تقودنا وتلهمنا إلى التنمية وإلى التقدم المهم لازم يكون لدينا فكرة سامية الروحية وغيرها من الأفكار الملهمة المهم أن يكون لدي المجتمع فكرة سامية ملهمة تكون بمثابة الطاقة الكهربائية التي تحرك إرادة الناس وإرادة المجتمع وهنا من المناسب أن ألفت الانتباء إلى مسألة أصبحت محل جدل بين الشباب اليمني والعربي عامة في السنوات الأخيرة هي مسألة قيمة الدين وجدواه في الحقيقة العامة في الحياة العامة يعني هناك طائفة من الشباب والمثقفين العرب تعتقد أن الدين هو العائق الحقيقي أمام تقدم المجتمع العربي وهذا الطرح هذا التفكير يسعد إصابة الثورة المضادة لأنه يخلي مسؤوليتها من حالة التخلف العربي ويرميها على الدين وفي حقيقة الأمر هذا طرح سطحي سطحي للغاية لا يسطر عن مفكرين محترفين في العادة أنا واحد من الذين شنوا في السنوات الماضية حملة مركزة على الفكرة الديني المتعفم وعندنا فكرة الديني متعفم وقلت إنه يعد سببا من أسباب تأخر العقل العربي وآه إحباطه لكني لم أقل ولن أقول إن الدين نفسه كان سببا في تخلف العرب لأن العقل العلمي المنظم لا يمكن أن يقول ذلك مسألة علاقة الدين أو مسألة علاقة الدين بالحضارة وبالنهوض من الذي يفتي فيها؟ يفتي فيها التاريخ وفلسفة التاريخ تحديدا هم المختصون في هذا المجال وليس سواه وإذا سألت أبرز فيلسوف تاريخ وهو أرنولد تومبي عن دور الدين في الحضارة سيقول لك إن الدين هو الذي حول الجماعات الأوروبية الهامجية إلى مجتمع متماسك وهيئة لبناء الدولة الإمبراطورية قبل العصر الوسيط الدين وقال أن الكنيسة هي التي أمسكت أوروبا وحمتها من السقوط بعد السقوط الإمبراطورية الرومانية أمام هجمات الكبائل الحوثية القوطية الهمجية الحوثيين والقوطيين زوا وسيقول لك توينبي أكثر من ذلك سيقول إن الغرب اليوم يعيش في العصر الراهن أزمة روحية خطيرة ناتجة عن استبعاد الدين الرجل مات في 1975 يعني ما زال كلام الصالح للاستعمال وكان يدعو توينبي من ثم للعودة إلى الأديان لإنقاذ الحضارة من القلق ومن النزع المادية التي ستدمرها في نهاية المطاف اللي بيتكلم أرنولد توينبي أشهر فيلسوف أشهر مؤرخ وفيلسوف تاريخ يكون توينبي هذا الكلام وهو ينظر إلى التاريخ تاريخ الحضارات مبسوطاً أمامه بعيني نسر يرى الغابة ويرى الشجر الواكفة في الغابة يرى العوامل الكلية المؤثرة ويرى العوامل الجزئية المفردة يعني مشكلة واحد عابر سبيل هذا شخص يمكنه التنبؤ بالمصير المتوسط والبعيد للمجتمعات أكثر من غيره ولا الحضارات ومعنى أشهر ومعنى أشهر ويضع هكذا في هذا البرنامج تبين كيف أن ظهور الإسلام كان سبباً في حدوث النهضة الأوروبية نفسه وأن العالم الحديث ما كان ليوجد لو لم يظهر الإسلام في القرن السابع الميلادي هذه أمور وهناك كلام آخر يمكن أن يقال في هذا الباب لكن العقلاء يعني يكفيهم مثل هذه الإشارات لمعرفة أنه الدعوة إلى إزاحة الدين من الحياة هي دعوة إلى تفريغ المجتمعات من العامل الروحي المهم في بناء هذه المجتمعات وفي تلحمها لما تفرق أي حضارة أو أي مجتمع من العامل الروحي فيه تحدث فراغ يملأه تملأه الدعوات الإيدولوجية مثل الفاشية والنازية والعنصرية بكل شكل أنت حينما تزيح الدين لا تترك فراغ هكذا الفراغ دائماً يملأ بأفكار شبيهة وهي عادة تكون أفكار أشد تركيزاً وأشد بشاعة مما تظنه أنت بشعاً هذا كلام للشباب الذي يعتقد أن الدين عامل سلبي في حياتنا الاجتماعية والحضارية إذن هناك خفة في تشخيص مشكلاتنا العربية من قبل البعض وخفة في وصفات العلاج المقترحة لهذه المشكلات خفة من قبل المؤسسات الثورة المضادة ومن قبل فئة من المثقفين غير الراسخين في المعرفة هؤلاء وهؤلاء يسطحون العقل بإطروحاتهم ويزيفونه بالتشخيص الخاطئ وبالمقترحات الخاطئة وسيكون من الغباء انتظار التغيير الحضاري الحقيقي علىية حكام من أمثل عبد الفتاح السيسي وبن سلمان وبن زايد طبعاً مع اعترافنا بأن بعض ما يقولونه صحيح ونتفك معهم فيه يعني بعض مواكف هؤلاء المثقفين أو حتى السياسيين بعض مواكفهم من الفكرة الديني صحيحة لا يغبار عليها إلا أننا نشكك في مقاصدهم ونشكك في رغبتهم للإصلاح الاجتماعي ونشكك في قدرتهم على هذا الإصلاح وهذه هي النقاط الخلاف الحقيقية معهم من وجهة نظر لو أن حكامنا من هؤلاء المستبدين كانوا جادين في التغيير لربما تسامحنا كليلاً مع استبدادهم واعتبرناه اجتهاد من ضمن المشتهدين كما تسامحنا مع برقيبة مثلاً لكن الحقيقة أن هؤلاء عبارة عن مجموعة من القتلة المفسدين الذين لا يحملون مشروعاً حقيقياً لمجتمعاتهم ولا يحملون ضميراً نظيفاً ولا يتمتعون بمعارف كافية لإدارة المرحلة ولا يتمتعون بكارزمة ولا بتاريخ مشرف ولا بدراسات نظرية وخطط مدروسة لما يقومون به في الخير ربما عندهم خطط في الشر وبنثم فإن توقع الخلاص أو الخير على أيديهم يشبه توقع ظهور نهر النيل في الربع الخالي هذا الكلام موجه لتلك الفئة من الشباب والمثقفين الذين يعتقدون أن المعركة مع الدين لا مع الاستبداد وأن الاستبداد قد يأتي بخير كما حدث جزئياً في بعض البلدان القياس لازم دائماً نفكر أن القياس قد يكون ناقص قياس الحضارة العربية على الحضارة الصينية قياس ناقص قياس السيسي على أتاتوركن قياس ناقص وحضاراتنا العربية الإسلامية لديها ظروفها وعواملها الخاصة التي لا يصح قياسها على حضارات ومجتمعات أخرى إلا في الجوانب الكلية وكما قال فيلسوف هذه الحلقة توينبي لا يمكن دراسة تاريخ الأمم لوحدها لأن الأمم لا تستغني عن عوامل التأثير الخارجية في حضارتها ولهذا إذا كان هناك ما يستحق الدراسة في التاريخ فهو تاريخ الحضارات والمجتمعات وليس تاريخ الأمم إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة